أدانت مصر بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي ضربت محافظة السويداء في جنوب سوريا واجددت وزارة الخارجية في بيان لها التأكيد على موقف مصر الثابت والحاسم من أهمية محاربة كافة تنظيمات الإرهابية وكل من يتورط في تمويلها ودعمها وتوفير الملاذات الأمنة والغطاء السياسي لها مشيرة إلى أن مصر مستمرة في بدل مساعيها مع كافة الأطراف السورية لتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية في إطار عملية جنيف وفقا لقرارات مجلس الأمن بما يلبط محاط المشروع للشعب السوري الشقيق ويحافظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ويوفر الظروف المثلى للقضاء نهائيا على كافة أشكال الإرهاب